من بعد ما شفنا الـ CEDR والرoute summarization بها البارتية رح بحكي بشكل سريع عن الـ Classless Routing Protocols بالنتورك اللي شايفينه ناو R1 بيبعت روتينج update لـ R2 عن النتورك 1.2.16.1.0.24 R2 رح يبعت summarized route من الانترفيس S0.0.1 رح يخلق address 1.2.16.0.0 ليبعت update لـ R3 R3 هلأ رح يطبق default subnet mask slash says هيده إذا كانوا الـ Classless رحوا كيف بتصير بـ Classless بها النتورك اللي بيشبه النتورك اللي كنا فيه R2 هالمرة رح يبعت update هو وعم بيطبق SEDR اللي شفناها قبل رح يحط بالـ Update طبعه هالنتورك R2.16.0.0.6 R2.17.0.0.6 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 بس مش رح بحطهم كلهم سوا هيك رح يعمل كالكول ويعمل الـ Summarii SuperNet و الأدرس طبعه بتكون R2.17.0.0.0.4 و الـ Summarii SuperNetMask255.252.0.0 بتكون متخفض بالـ R3 اللي رح ينبعت للـ R3 هلأ R3 صار بيقدر يبعت باكتس على R1 و الـ Networks طبعه و R2 و الـ Networks طبعه سريعة كانت هالبارتي بس كمان فيها شوية كالكولات بنصحكون تاخدو ورقه و قلم وترجعو تعملو الكالكول طبعه الـ Summarii SuperNet اللي طنعت مع R2 بالبارتي اللي جاية رح بحكي بالتفاصيل عن VLSM و السائدار ترجمة نانسي قنقر